ترجمة نانسي قنقر لسيدنا عمر كلمة رائعة يقول تعاهد قلبك العوام تقول كلمة أيضاً رائعة الإنسان حكيم نفسه يجب أن تعرف مستوى قلبك موصولاً مقتوعاً هناك خط مع الله، هناك مناجاة هناك استغفار، هناك إنابة، هناك بكاء هناك شعور بالقرب من الله هناك رحمة على من حولك لما الإنسان المعاصر يهمه أن يعيش وحده وأن يأكل وحده، وأن يستمتع وحده وعلى الناس السلام أخوانا الكرام، فالقلب يمتلئ محبة أحياناً ويمتلئ ثقة بالله، ويمتلئ رضاً عن الله ويمتلئ محبة للخلق، وقد يكون العكس لذلك الصلاة من أجل القلب والصيام من أجل القلب والحج من أجل القلب والعمرة من أجل القلب والزكاة من أجل القلب كل أحكام الدين من أجل أن تلقى الله بقلب سليم بقلب ليس فيه شائب ليس فيه غلٌ، ولا حسدٌ، ولا قلقٌ، ولا خوفٌ، ولا وجلٌ في قلوب المؤمنين من الأمن والراحة والسعادة ما لو وزع على أهل بلدٍ لكفاهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ما قال تطمئن القلوب بذكر الله لو قال كذلك يفهم معنى آخر وتطمئن بغيره أيضاً لكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أي أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْتَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا؟ قال كذلك أي كنت في الدنيا أعْمَى لذلك إذا في إنسان من آدم إلى يوم القيامة بالقارات الخمس يسعد سعادةً حقيقيةً إن وهو بعيدٌ عن الله فهذا الدين بظل وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْتَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى كل السعادة، وكل التوفيق، وكل التفوق وكل الفلاح، وكل النجاح في طاعة الله ومستحيلٌ وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر ومستحيلٌ وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربعه وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك ويا رب ماذا فقد من وجده، وماذا وجد من فقده والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة